فجأ رؤساء السلطات المحلية في الشمال بقرار الحكومة خفض 200 مليون شكل من الميزانيات المخصصة لهم لتمويل إجلاء السكان في الشمال والجنوب جاء القرار ضمن خطة حكومية لتغطية العجز في تمويل الإجلاء ما تطلب تخفيضا مؤقتا بقيمة 496 مليون شكل تشمل برامج تطويرية بالشمال كأنه الشمال مش بحالة حرب وكأنه سكان الشمال لا يعانون بشكل يومي على صعيد نفسي واجتماعي واقتصادي وهذا إذا بدل بدل على شو هي سياسة الحكومة الموجودة عمليا اليوم اللي هي سياسة تضر بقطعات كبيرة جدا ومختلفة وتهتم فقط في قطعات عينية اللي هي عمليا تابعة بشكل سياسي لوزير المالية والحكومة اللي بمثلها وزير المالية التخفيض شمل 40 مليون شكل لإنشاء جامعة في كريات شمونة ومائة مليون شكل من برامج إعادة التأهيل مما أثار غضب السلطات المحلية هناك حيث وصف رؤساء سلطات المحلية الأمر بمصرح عبثي يفاقم أزمة السكان مؤكدين فقدان الثقة بوعود الحكومة إذا طالت الحرب تتوسع أكثر إقليميا سيتضرر كثيرا المصانع والتخنولوبيا وإذا ذهبوا إلى صفقة تبادل وتهدئة وانسحان قطاع غزة تبدأ الأمور تندرج إلى الأراء كل شيء مرتبط ليس بالاقتصاد الرقمي وإنما بالاقتصاد السياسي بما معناه ما سيجري في ميدان السياسي سيؤثر ولا هو الأثر الأكبر بما يجري في مجالات الخدمات والاقتصاد رؤساء السلطات طلبوا بإعادة تخصيص الأموال غير المستغلة لأغراض ملحة لكن وزارة المالية اكتفت بوعود غير موثوقة لإعادة الأموال قريبا الشكوك حول مصدقية تلك الوعود تزداد في ظل ما يراه المسؤولون لعبة سياسية على حساب السكان